هشرف ذهل السناء مستوى محترم جداً فني قاعد يقدم فيك إنه قاعد اكتشاف نفسه من جديد هشرف الحقيقة بوش السناء بركة زاد العام اللي قبله لعب في باجا وفيناليست وهز الكوب العام الساهد انت دربته في باجا كان معاك والسناء معناتها قاعد يكون فيرمي معناتها العامين ثلاثة سنين لأخر اني نقاعد يكونفيرمي لكن الاشكالية شنوه انه معناتها ناخده طول من المصدر الفريق عنده اللاعب عنده عقدة وعندها كونترا مو عندوش لكلوز لليبراتوار لا حتى شيء معناتها اللي شعاته ذوما لحقيقة معناتها الذر بالنادي أنا حسب رأيانا الجمهور سيابير أو جمهور كبير وجمهور اللي حقيقهم يحب جمعيته برشا واللي يعجبني في جمهور سيابير انه حتى لو كان يحب فيرق اخرى لكن ديما لا ما يحبش في بنزارة الصونتر يحبوا كان السيابير فكلهم السيابير لكن فما نشكون ساعاته يكون لك الفريق الثاني مثلا متاعي التراجي ولا النادي الافريقي ولا اليتوال ولا السفاقس ولكن ديما اكثر يحبوا جمعيتهم بصفة كبيرة اللي نحب أن نقوله أنا لازم الجمهير تلتف وراء الهيئة المديرة وراء الجمعيته في النقطة هذي سمعني تارك تحكي على جمهور النادي البنزارة بنزارة 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 منها ما نتصورش كان محب للنادي بنزارة جمعيته لأول فريقي دخل لقاب قاري لتونس حمده بندوليت وفي الجيل الكبير يحب جمعية اخرى. ديما عندهم جمعية ثانية. في الولايات. اما في بنزارة. عندهم انتماء بصفة كبيرة. لا انا معاك نعرى عندهم انتماء بصفة كبيرة للجمعية معنتها الجمعية متاحة للسيابين. على خاطر كلمة ذي نجمي غشش روجهم عندي بنزارة. فقط حبيت نتفعل معاك. لا لا انا نعرفهم عندي اصحابي ونعرفهم انهم يحبوا جمعية اخرى بخلاف النادي البنزارة. معنا تتحكي على الجمهور النادي البنزارة. يلي يحكي عليه. معناة قصده الفريق. جمهور تونس الكل. حتى في النادي الافريقي ولا في التارجي ولا في سفيقس ولا في ملعب التونس ديما عنده جمعية ثانية. ايميل لها. ايميل لها. ايميل لها. حبينا نوضحو. اي لا لا عادي ما عندكش مشكلة انا نحكي نعرفهم لانهم جمهور يحب السيابين على عكس مثلاً جمعيات أخرين كي تمشي مثلاً سواء كان في الجنوب ما غير ما غير لنسامي لكن عندهم ديما جمعيتهم اللي هي الوحدة حبيت نحكي للتاريخ تار جمعياً تار جمهور كبير أنا حاجة أخرى أخي ثمانيس تحارب في الناجحين سامير يعقوب عامناول وصل فينا تشبيب الفريق معناتها بنسبة ثمانين والتسعين بالمئة من أبناء النادي معناتها الاستقرار مالي يسي توتا فيه نرمال تتراجع انتي متنجمش راوة تعمل شوف إذا انتي مش تجيب جوارات معناتها دو كاليبر باش يطلعو لك الجوارات اللي عندك اللي هم ولدات صغار ولدات ولاد السيابي اللي الناس الكل وجمهور السيابي الكل يحب على ولاد الجامعية ويرجعوك الروح متاع الانتماء وكل شيء لازم شوي صبر ولازم شوي معناتها راوة عامناول ما بين عامناول واسناه لكن جيزة النجاعة لقدام المرمى هي اللي تبدلت راوة ثمامات شويت معناتها فرصة تضيع ما كاكب وشيتوطافي نرمال وذوم ولدات صغار ويتعلموا راوة من الهزايم من الهزايم هي اللي مش خليم يتعلموا ومش ترجع السيابي للسكة اللي انتصارات وتنشوفوا السيابيين بعد مش تكلاسة راوة معناتها من الستة ولا السبعة الولانية بربي انا نحب بالنسبة النادي الافريقي انا نستبعد برشا ومش من اخلاق مسؤولين النادي الافريقي وانهم يسلكوا السلوك هذا ولا يكلموا ملاعبي من زال يربطوا عقد بالنادي متاعه ومن زال كذاب انا نستبعد برشا نتصور هذا مشكل داخلي ما بين الصفحات هذه وما بين الهيئة المديرة رغم اللي انا سي سامير عقوب صديق ونعرف الخدمة اللي قاعد يخدم فايخ نفخدمة كبيرة برشا في سيابي نجح من اجتهد اصابف الهو اجران هو عنده اجر محصله لانه قاعد يجتهد بالحق مانا سامير عقوب من رؤية السائل الجمعيات اللي قاعدين يجتهده برشا ما عادش نشعه لا مشاكل مادية ما عادش هو صحيت ولا من البنزارتية حوله لكن حكايتها المعارضة راي موجودة في كل فريق تاو انت كيدور في رقل كبار ولا صغار قسم الدرجة الأولى راو ديما الهيئة اللي خرجت متحبش الهيئة الجديدة لانه الهيئة الجديدة كان مش تحقق نجاح مش تظهر كينو فشل الهيئة اللي قبل والهيئة اللي جاية بعدهم ماذا بها فشل مش تنجم تجي دون كراو هاذا شو هو اللي خويها في تونس هالصفحات انو ما كانش فهمها كان موجود كان موجود في ارتيكل متاع جيريدة مرة كذا اليوم وسيل تواصل اجتماعي ردت الفيسبوك يعمل هكا انتشار فيسا ساعي تنتش الاخبار يتشار فيسا ولا تحملت هالمعارضة هاذي علنية ولا تكاذيها لكن انا نتصور جمهور سيابي حتى ولو انو فهم ناس بارتاجات كنا نعرف اللي الناس واعين ويعرفوا انو انجور سو كونترا راو موش وبار اخرج الاخبار ما عندوش حتى قيمة انتي تعرف اللي مليعبي متاعك سو كونترا لفينستراجين قول مشيه ليفيربول ولا قول مشيه ما فعندو حتى معنى ما عندوش كلوزوس المليعبي مرتبطة سامحني اخويا بش نرجع الكلمة مكران الجميل اليوم بنزرت عنده حتى الاكسترير حاجة خرق لعدة ناس متواضعين يقدروا المنافس وكل شيء وحاجة اخرى بنزرت الى حاجة اخرى انو انتوراج عندك منزل بورقيبة زرزونا اليوم باج عنده ثلاثة او الاربع جوارات من منزل بورقيبة يلعبوا في باجة شوف باجة وين موجودة وانا كنقول اروا الانتوراج متاع النادي البنزرت هذوما الناس هذوما اللي يلزموا ينحيهم لانا مصلاحهم وقاعدين يعملوا افريكان كبيرة برشة باش تمشي تكنتاكتين جوار وتقولوا امرأي المشكلة الكبيرة ثلاثة الناس هذوما الانتوراج حتو في مخ اشرف كرير كيفو منتونير لابريسيان على النادي البنزرتي باش تمشي الفريق من النادي الافريقي النادي الافريقي ما عندوش الى لشوى حمدول الله يا ربي للفرق متاعنا اليوم لكن ثم الريس بيه والناس اللي قاعدت نعمل في البل بلادية مايش بمصلحة الرياضة اليوم نرجع لها حتى سي محمود البارودي ولا تحية العرب اسدقري اللي احبه برشة كلمة ذي ولا يقوله حتى هو انجراتيتود سي مالورو ادير سي دوماج سي مالورو كير اجبت انت على كله بلال بعيد على هذا الكل واذا كان كما قلت نادي الافريقي يتخل بالباب يحتاج اشرف كريري لنجم يكون مفيد للفريقة في رأيك انت الشخص في الوضايا الحالية ماينجم يكون مفيد كان جاء لعب ليبر نادي الافريقي يدخل معه في مفاوضات ونادي الافريقي ما عنديش حارس مرما في حجم كرير من غير ما نقصوا حد شيء من قيمة غيث الافرني لكن الاكسبريانس المغزاوي بلسي بلسي شهرين تقريبا المغزاوي بلسي معز حسن بلسي حكينا في حس فارت على الحارس العبيدي ملك سعادة موجود ملك سعادة موجود ملك سعادة موجود ملك سعادة موجود ملك سعادة ملك سعادة موجود بلسي شهرين يدخل معه في محن وبشهرين نسي قبل ملك فريقة نتصور معناها بريباراتيون بتاع دبوت سيزان يظروف استثنائية طبعا برافو عليك برافو عليك إسلام سيبلي لا بزوان ندري إفريقي هنا نقول على نفو دي غيردين دي بوت سمع جيس تيون سلف الفرحات الاتحاد بن غيردين كانت تفكر وصبر كلاش عمل رجع الفرحات بشيولي كنمеро 1 يجيبولهم بعد معس حسن نتمنىولو الشفاء في أقرب وقت إن شاء الله معناها خلات اللي الفرحات يعود رجال